السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء الرقم 14 من الشابطر الثامن نتكلم برضو عن تأثير الألوينج إليمنت زي الموليبدينام الموليبدينام في الحقيقة This element is strongly carbideformer and is usually present in alloy steel in amount less than 1% بالحقيقة يعتبر الموليبدينام carbideformer يعني يكون carbide وعلى الرغم من كده يعني هو موجود في الصلب بحدود نسبة أقل من 1% It is increased hardenability and at evaluated temperature strength يعني هو بيزود الhardenability وبيزود السرنس عند درجات حرارة معينة In austenite stainless steel it is improved beating corrosion resistance ومع وجوده كمكون للأستيناتك stainless steel وده نوع من أنواع stainless steel بيحسن البتنج corrosion resistance لما نجد نشوف السيليكون السيليكون usually only small amount في حوالي 2 من 10% R present in rolled steel and it is used as deoxidizer يعني هو بيستخدم كمانع للأكسادة طيب however in steel casting في 35% لغاية 1% is commonly present ده في الكاستنج في الsteel casting السيليكون dissolve in iron and tend to strength يعني السيليكون بيحصل له عملية إذابة في الإيرن ويزيد من عملية الاسترنس الويلد المتال usually contain approximately 0.5% silicon and as a deoxidizer في الويلد المتال أو الصلب القابل للحام بيكون في سيليكون حوالي 0.5% وده كdeoxidizer some filler metals may contain up to 1% to provide enhanced cleaning and deoxidizing for welding in contaminated service يعني لما كن عندنا في أسلاك للحام بيبقى فيها نسبة سيليكون حوالي 5 من 10% وده عشان تبقى deoxidizer عشان تمنع أي نوع من أنواع الأكسادة تتم أثناء اللحام والفيلر متال ممكن يحتوي على 1% عشان يحسن أو يديني لحام نظيف وخالي من أي أكسادة تمام؟ أو أي تجمعات تحصل عند السطح عندما يستخدم هذا الفيلر من المتال أثناء عملية اللحام في سطح نظيف فإن النتيجة تكون السرنسيج عالية للماتيريال وملحوظة the resulting decreases in ductility could recent cracking problems طبعاً هو لو حصل أن فيه ductility تقل فبيكون ده ناتج عن وجود cracks نتيجة لوجود أو نتيجة لعملية ductility لما قلت ترجمة نانسي قنقر